تحية طيبة مشاهدين الكرام أهلاً ومرحباً بكم في برنامجكم المتجددة الدبلوماسية واليوم في هذه الحلقة نتطرق حول الدبلوماسية الإثيوبية وخاصة في أنشطتها التي نلاحظها في الآوينة الأخيرة قبل حوالي أسبوع تم إطلاق معرض أسبوع الدبلوماسية الإثيوبية في متحف العلوم والتكنولوجيا في العاصمة في الفنة وتم معرض نشاطات الدبلوماسية الإثيوبية منذ 116 عام وحتى إلى يومنا هذا في مختلف الأصعدة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية معي في هذه الحلقة السيد علي همدي المحلل في مجال قضايا شؤون إفريقيا نتمنى لكم مشاهدة طيبة مع اللقاء السيد علي مرحب بك في أوبيين قرن إفريقيا مرحبا أستاذ مرحب بك أوبيين مشاهدينك الكرام السيد علي في معرض أسبوع الدبلوماسية الإثيوبية كان الشعار المعرض من إفريقيا إلى محورية العالم ما الذي نجد أو ما هي الدلالات هذا الشعار بادئ أمنا شكرا على استضافة تصور أن أثيوبية دائما كانت عاصمة أفريقيا منذ فترة طويلة لكن هناك كانت مشكلة تعانيها أفريقيا بشكل عام وأثيوبية بشكل خاص حول محوريتين أولا محورية ضعف الدول الأفريقية في الوصول إلى العالمية أو أن تتموضع في السراعات العالمية وفي الأطمع وفي السراعات الدولية في موقع يليق بها وبإمكانياتها النقطة الثانية كانت المحورية الأثيوبية الجغرافية الذي بنفسه في محيط شرق الوسطي كان يحاول أن يبحث عن نفسه الهوية خاصة به وكان داخل في سراع بين التيار القومي اليساري وبين المنظومات الملكية التقليدية التي حكمت المنطقة والتي النتيجة لهذا الأمور يعني في ملكيات كثيرة أزيحت وفي ملكيات وفي أنظمة لها علاقة بالشعوب وأنظمة تمتد علاقتها من القبيلة ومن التركيبات الاجتماعية ظلت في سلطتها تالي ظلمت أفيبيا بأولا من هذا المحيط ومن ثم أيضا المحيط الأفريقي الآن أفريقيا دخلت في يعني بغرة الاهتمام الدولي نرى تسابق من الصين يعني قرابة أكثر من 20 عاما والصين تحاول أن تتموضع في أفريقيا هناك الآن القمة من الأفريقية التي نراها بالقمة الروسية الأفريقية القمة الأمريكية الأفريقية والآن كذلك القمة السعودية الأفريقية وستليها القمة العربية الأفريقية وإن كانت هذه ستحتاج إلى اشتخاص التالي هناك الآن تحرك كبير حول هذه الدول السواحل الأفريقية شواء كان شرقها وغربها بدأت تأخذ مية خاصة البحار في أفريقيا منذ فترة طويلة لم تكن لديها مية خاصة بقدر ما كانت الصراعات الداخلية التي تقسم هذه الدول والتي جاءت على تقسيم الاستعمار وخلقت صراعات قبلية وصراعات إثنية بين الدول على خلفية تلك التبتيبات الاستعمارية الآن بدأت تنتقن أنه لم يتم حل كل هذه المشاكل لكن الأزمة الاقتصادية العالمية الاحتياجات الحالية للعالم أصبح تتعين على أفريقيا على قد أن تنسى تلك المشاكل واتجه في محاولة فهم أو إدراك أهمية جغرافيتها وأهمية السواحل البحر الأفريقية إن كانت المضايق البحرية في السابق كانت هي الأهمية الأولى لكن الآن أصبحت السواحل الأولى في العالم تشكل أهمية لأنه هناك شبكة من المواصلات التي هي الألياف الهوائية والإنترنت كل هذا تحتاج إلى هذه الأمور إلى جانب أن القواعد العسكرية للصين الآن بدأت تنتشر في أفريقيا وهذا ما يقلق الولايات المتحدة الأمريكية وحلافاتها تالي أفريقيا أصبح الآن أهمية خاصة تالي المحورية يعني إعطاء هذا العنوان لهذه الندوة أو لهذا الأسبوع لهذه الفكرة تقدم أنه يعني يأتي في مكانه لأنه هناك محورية الآن لأدي سبابة عليها أن تظهر في هذا الوقت وعلى الدبلوماسية الأثيوبية أن تخطو خطوات مختلفة ونوعية عن تلك التي كانت تخطوها في السابق لأنه هناك الآن بعد جديد للدبلوماسية الأفريقية سيتطلب دورا أثيوبيا لأن الأثيوبيا هي العاصمة التاريخية والتقليدية ولا زالت هي عاصمة أفريقيا وكل المحاولات لاستبدالها حتى الآن أو لتحل محلها الدول الأخرى لم تنجح وتلك الدول تعلم بأنه ذوي أنه الموقع الجغرافي هو الأهم هو الأكثر يعني مقدرة إلى أن يجعل للقارة الأفريقية وجود في بعدين وبعد شرق أوسطي وبعد آسيوي الآن بالتاد بالتحديث في هذه المسألة في هذه المحاولة يحتاج إلى التفات أكثر سيد علي دبلوماسية الأثيوبية كما ذكرت الآن فانتدعم طموح حرية الأمم الأفريقية منذ القدم لكن هل تعتقد أن الجيل الحالي الأفريقي يعي هذا الأمر بدور إثيوبيا في القضايا الأفريقية وهل تعتقد أن إثيوبيا وبقية أفريقية قاموا بالترويج المناسب لهذه الحقيقة؟ طبعا ما حدث في الترويج بمتطلبات الترويج أو ما يتطلبه هو الترويج لأي عمل سياسي أو أي دبلوماسية سياسية هو لا ينتقل من فرضية أن هناك قناعات أو أن هناك يجب أن يكون هناك تفاهمات تمت في ستينيات القرن الماضي حول دور أثيوبيا لكن ما يحدث والحقيقة هنا هو أن هذه الفرضيات بحاجة إلى أن تدعم دائما بحقائق وبحاجة أن تدعم إلى بحملات دعائية هذا في تصور ما حدث هناك هو حدث بين الجيل الذي أسس نظمة الوحدة الأفريقية والذي كان يسمى أن هناك أغضاب مثلا نيكروما في غينيا يعني سيكاتوري في غانا سيكاتوري في غينيا دانيل عرب موي في نيروبيا هيلة سلاسية في أثيوبيا عبد الناصر في مصر قالت هناك أغطاب معينة تتحرك في تلك المنطقة بعد دخول المنطقة في حالة من التجادمات السياسية هناك جيد بكامل أصبح الآن مسؤولا عن إدارة هذه القرى ولم يستطع أن يتوصل إلى قناعات حول ترتيبات تلك المنطقة وحول تقييم حقيقي لها الآن مثلا أنا أتقول لك على سبيل المثال والآن كان فيلم اسمه ذهيره تم تصويره حول شخصية هو شخصية من غيانا في أمريكا اللاتينية ودارس في بريطانيا ومن ثم تحمس للبان أفريكانيزم اللي هي الفكرة أفريقيا ووحدة أفريقيا في داخلها وأن تتولى أفريقيا إدارة شؤونها عمل مع عدة دول في تانزانيا وفي غانا وأيضا في دول أخرى مثل كاميرون عندما تطرق لأول مؤتمر لدعم القضايا الأفريقية والذي عقد في بريطانيا في لندا في ذلك الوقت في خمس سينيات القانون الماضي الدعم المالي لوكان جاء من أثيويا هو الإمبراطور هلاسلاسي هو الذي وفر هذا الدعم هناك أجيال كثيرة الآن في أفريقيا تربت لا تعرف بالتالي فرضية أن وجود منظمة أحدة أفريقيا في أدي سبابة هل هو كافي أعتقد هذا بحاجة إلى مراجعة تاني أن العملية الدعائية تعتمد دائما على التذكير تعتمد دائما على التوثيق الذي يفضي بنا إلى التذكير بدور دول معينة هذه الدول إذا لم تبرز دورها للأجيال القادمة الأجيال القادمة لن تعلم يعني لجاء البحث سيكون مهمة الأكاديمين لكن قطاعات كثيرة في أي دولة لا تعتمد على البحث العلم بقدر ما تعتمد على الدعاية وعلى المتوفر من المعلومات لديها تالي هناك جيل في أفريقيا الآن بحاجة إلى أن يعلم تماما مراحل تلك المرحلة ما هي الملامع التي حملتها لأن أتيوبي عدت بعدة محطات بعد تلك المرحلة في هذه المحطات كثير من القضايا في أتيوبيا تم يعني فهمها وتم وضع تصورات لها على معطيات داخلية وهذه المعطيات الداخلية ثم تحولت إلى قناعات لدى قطاعات كبيرة من الشباب في أفريقيا وهذه القطاعات يجب أن تعي تماما حقيقة ما حدث وأن تفرغ بين ما حدث لأتيوبيا من انتقال في منظومات الحكم وما جره ذلك من إشكاليات داخلية أتيوبيا وبين الدورة الخارجي الأتيوبيا والذي أيضا تحدث عنه دونسون مانديلا والذي قال بأن حركة الحركة المناهضة للعنصرية في جنوب أفريقيا كانت تدعى تحظى بدعم كبير من أتيوبيا هناك أجيال الآن في أفريقيا كما في سؤالك بحاجة إلى أن تعلم هذا الأمر وأتيوبيا في دبلوماسيتها يجب أن تنطلق من حقيقة بأن العملية الدعائية ليست محاولة لهضم حقوق الآخرين أو محاولة الدعاء لديها المنصب العلى أو الفضل على أفريقيا ولكن هو إبراز لدور دعبته أتيوبيا والعملية السياسية دائما مقترنة بالعمل الدعائي وهي جزء منه ولا تفسر بتفسيرات أخرى بقدر أنها تفسر على أنها تثبيت لعملية سياسية وترسيخ لفكرة الدولة نفسها ونقل صورة حقيقية عن هذه الدولة وعلى الباحثين فيما بعد أنهم يتناولوها وعلى الدول أن تبرز أدوارها ما بين نحينة أخرى تالي هناك أجيال الآن في أفريقيا بحاجة إلى أن تفهم الدورة حسناً هناك سؤال يطرح نفسه ما هي فلسفة السياسة الخارجية الإثيوبية فيما يتعلق التعاملات الدبلوماسية هناك طبعاً أثيوبيا لفترة معينة كما ذكرت أن التجاذب الذي حدث بين مركزية الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي والموقع الجغرافي لأثيوبيا وما ترتب على ذلك من علاقات أقامتها أثيوبيا مع جزء من هذا المحيط الذي كان في داخليه هو أيضاً يعيش حالة من التفاعلات وبين موقع أثيوبيا وعلاقتها بأفريقيا في فلسفة أثيوبيا نحو دبلوماسيتها مع أفريقيا أعتقد أنها لو حاولنا أن نجري مقارن بين المحور الشرق أوسط وسياسة أثيوبيا نحو هذا الأمر وهالجمع استطاعت أثيوبيا أن تجمع بين كونها عاصمة أفريقيا ولديها سمعة كبيرة في أفريقيا واستطاعت أن تجمع منظمة الوحدة الأفريقية وأن تحافظ عليها قائمة بالرغم من كل التباينات وكل الخلافات التي كانت بين أعضائها وكل الحروب التي كانت تتم بين هذه الدول ولكن استطاعت أثيوبيا أن تحافظ عليها أن تحافظ على هذه المنظمة والتي رأينا أن نتطورها محافظة الآن ننتقل بأفريقيا إلى مرحلة أخرى وهي أن القضايا الأفريقية أصبحت الآن من مهمة موكلة بأن منظمة الوحدة الأفريقي هي الموكلة بها ورأينا ملف سد النهضة عندما عادت منظمة المتحدة إلى منظمة الوحدة الأفريقي هذا في هذا المحيط عندما ننظر إلى سياسة الفترة السياسة الأثيوبية نجد بأن أثيوبيا لم تجد صعوبة في تأليف أو في قلق ألفة للرؤية الأفريقية حول حل قضاياها ومشاكلها وإن كان هذا قد أخذ وقتا طويلا المشكلة الأخرى هي في فلسفة السياسة الأثيوبية فيما يتعلق بالمحيط الشرق أوسط والذي كان عليها هي جغرافيتها أوجدتها فيه وثرواتها أيضا أوجدتها فيه هي هنا كانت ضحية أولا للتباينات الموقف الشرق أوسط بين الأنظمة اليسارية التي تحاول تغيير ملامح تلك المنطقة وتجرها نحو فكر معين وهو فكر أعتقدت أنه هو الذي سيحمي القومية العربية والأمة العرمية وسوف يخلق تقتل حولها وتقتل لها في سراحة من أسرائيل وبين تلك المنظمات والمنظمات الحكومة التي الآن هي نجحت في أنها تثبت للعالم أن الطرح القوم العربي في ذلك الوقت لم يكن طرعا والذي أتت وتدعم نفسه بالفكر كان فكرا غير قادر على تربية احتياجات الشعوب الآن ثبت هذا الأمر أثيوبيا في فترة حكم هيلس اللاسي عدت بعدة مراحل فترة حكم هيلس اللاسي هذه الحقبة الوحدها في التعامل في السياسة الخارجية أثيوبيا وحقبة منقستو كانت هذه أيضا حقبة حقبة هيلس اللاسي كانت قريبة من هذا المحيط وجزء من هذا المحيط لكن أسرع العرب الإسرائيلي في ذلك الوقت كان في أوجه وبالتالي كان محاولة هناك لشيطنة الموقف التي يبيه في الشرق الوسط ونجح الدول المعينة نجحت إلى تحقيق هذا الأمر إلى مدى معين مرحلة منقستو كانت لنقل في حل من هذا الأمر لأنه عندما انتهت سقط نظام الإمبراطوري في هيلس اللاسي في عام 1994 كانت أثيوبيا قد لنقل دخلت في حزب المقاطعة لإسرائيل وبالتالي كان لديها مرونة منعينة للتعاطي مع القضايا من قضايا الشرق الوسط بليون أكثر وبقدرة على استقطاب دول أكثر لكن في ذلك الوقت فضلت السياسة الخارجية أثيوبيا أن تظل مرهونة بالفكر بمدرسة الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت وهو ما أدخل أثيوبيا في أزمة أخرى يعني خرجت من أزمة ودخلت في أزمة أخرى ولكن تلك الأزمة كان لديها ملامح مختلفة عن تلك الأزمة ولكن ما حدث هو أن أيضا تلك الجهات أو تلك الأزمة نفسها سخرت أو استفادت بالدول المعينة في إبقاء عزلة أثيوبيا تالي السياسة الخارجية لأثيوبيا في الحقبة الإمبراطورية كانت قادرة أن تتحرك في فضاءات عربية معينة لكن تلك الفضاءات كانت ضعيفة في ذلك الوقت عندما تمكنت تلك الفضاءات من أن تظهر وترواتها بدأت الآن تكون هي الدينامو المحرك لتلك المنطقة أختارت أثيوبيا أنها تدخل في الحلفة الآخر وهو الحلفة الذي أيديولوجيا كان في تلك المنطقة ضد أو كان الجهة المعاجئة أو الجهة التي كانت تروج ضد أثيوبيا اختارت أثيوبيا أن تكون جزء منه وهو كان أيضا في ضعفها تالي الآن عندما حدث التقليل ما بعد نظام من قسطو هيلا مريم ومجيء جفة شعوب أثيوبيا الديمقراطية هذه المرحلة كانت مرحلة جديدة في تاريخ تلك المنطقة وكانت هي قادرة على أن تنفتح أكثر على تلك الدول ورأينا أن وجود سد النهضة أدخل أثيوبيا في فضاءات جديدة من الصراعات ومن العمل الدبلوماسي هذه المرحلة بالرغم من أن فرص نجاحها كانت أكبر لكنها أيضا كانت تعاني من قضية معينة وهي قضية أن الفكر الذي لا يزال قائما في أثيوبيا وهو عامل الغربة مع هذا المحيط يعني هي موجودة في محيط لكنها غريبة عنه هناك أيضا العوامل التاريخية الترسبات التاريخية التي كما ذكرت في ضعف العامل الدعائي لأثيوبيا وتوضيح موقف أثيوبيا كان له أيضا دور آخر وهو أن أثيوبيا بدأت دائما تتحرك من تنطلق من الناحية الدفاعية وليس من ناحية الهجومية يعني أن أصبح عليها دائما أن تبرر مواقفها بدلا من أن تكون هي الجهة التي يلجأ إليها أو الجهة التي تستطيع أن تبرر المواقف معينة بل لديها أفضل ورأينا ما حدث في الحرب الأهلية الصومالية كيف أن كانت هناك فرصة عندما فتحت أثيوبيا المجال للصوماليين باللجوء إلى أثيوبيا وفتحت أراضيها للصوماليين للدخول إليها من دون تأشيرات ومن دون أي عوائق كانت هذه فرصة من أثيوبيا لمحاولة إزالة الترسبات المراحل التي حدثت في الحرب الأثيوبية الصومالية في الستينيات وفي سبعينيات القرن الماضي لكن هذا لم يتم استغلاله يعني لم يتم محاولة استغلال هذا الأمر لفتح صفحة جديدة وتالي ظلت هذه الترسبات هي التي في تصور معضلة أمام الدبلوماسية الأثيوبية استغلت من دول تستغل حتى الآن لو رأينا لمحاولة شيطنة أثيوبية ومحاولة تكبيل الدبلوماسية الأثيوبية أكثر وأكثر من أن تنطلق يعني كل المحاولات التي تتم دائما ما تواجه مشكلة في تصوري أن هناك منهجية خاصة لتحليل الموقف ليس البعد الأفريقي لأثيوبية هو الذي لديه مشكلة بقدر ما أن هناك بعد آخر يتعلق بالجغرافية الأثيوبية وبمحيطها وهذا المحيط بحاجة إلى ترتيبات أخرى عن تلك الترتيبات التي تتم في القارة الأفريقية وبحاجة إلى عامل دعاية أخرى وإلى معالجات مختلفة عن المعالجات الأفريقية جميل جدا سيد علي بنظرك ما هي الإنجازات الدبلوماسية الأخيرة التي سجلتها إثيوبية إقليميا وعالميا التواصل مع دولة الإمارات العربية في المقام الأول كان وحجم الاتفاقيات التي تم توقيعه والزيارات التي تم تبادلها والحجم الاستثمارات والمشاريع التي شملتها تلك الاستثمارات أعتقد هنا هذا يوضح بأن هناك تفاهمات عميقة بين القادة في إثيوبية وبين القادة في الخليج وهذا لم يكن موجودا في السابق الأمر الآخر هو الدور القيامي في إثيوبية في الأزمة السودانية بالتحديد بعد سقوط نظام البشير وتورد ديسمبر في السودان كان هذا أيضا دليل على أن هناك تحرك وجود إثيوبية إقليمي جديد في محيط الشرق أوسطي أفريقي كما ذكرت يعني ليس المحيط رفيقي ولكن محيط الشرق أوسطي والذي هو الآن أصبح المرآة التي ينظر إليها في مدى نجاح أثيوبية في مدى نجاح الدبلوماسية الأثيوبية فالتالي ما حدث في السودان في التصوري كان توضيح وضوح لما وصلت إليها الدبلوماسية الأثيوبية وصول الفرقاء السودانيين إلى دخولهم إلى توقيع اتفاق المحاصصة بين الجهة السياسية والجهة العسكرية وإن كان الآن ينعاني مشكلة وهذه الأدادية بحيى إلى شرح آخر لكن وصولهم أيضا إلى توقيع اتفاق جوبا بين الفصائل المسلحة كل هذه الاتفاقيات لم ترى النور وهذه ليست مشكلة أثيوبية لكن أن وصلوا فرقاء إلى هذه المرحلة كان هذا بالنسبة للنجاح الأثيوبية هناك أيضا تفاهمات الآن مع دول كثيرة في الخليج ورأينا كيف أن أثيوبية استطاعت أن تبقى بعيدة وأن تحافظ على مسافة معينة من كل الدول التي كان لديها صراع في الخليج في فترة معينة من الزمن لكن أثيوبية أثيوبية من خلال دبلوماسية استطاعت أن تظل بعيدة وأن تقف على نفس المسافة هناك الآن تفاهمات كبيرة في المملكة العربية السعودية وإن كان هذا أيضا بحاجة إلى ترتيبات وأنا أتصور أن المسار الذي تسير عليه الدبلوماسية الأثيوبية الآن سوف يصل إلى تلك المرحلة إلى تلك النقطة في فترة ما إذا ما توفرت أو إذا ما تم إزاحة بعض العوائق الإقليمية التي دائما حاولت أن تلعب دعت أنها تلعب دور الوسيط أو الجسر الذي يربط أثيوبية بمحيطها العربي وهي لم تلعب هذا الدور ولم تستفد منه أيضا يعني إن كان حتى لا تريد أن تكون جسرا لأثيوبية حتى أن تكون هي بنفسها جسرا لمحيط عربي لتالي على أثيوبية مهمك معقدة شوية الآن في ظل وجود مثل هذه الدول بطريق إلى أن تستطيع أن توضح لهذه الدول أن لديها نوايا حقيقية أو أنها لا تضمر أي نوايا ضد هذه الدول وأن لديها رؤية لتحقيق مصالح مشتركة بين هذه الدول تالي المسألة ليست سهلة عندما يكون هناك قيم مضطرب ودول الإقليم نفسها ليس لديها مشروع سياسي واضح المعالم يمكن الاتفاق عليه والاختفال حتى لو أن التفاهم معه وأن اختلف في فترة في الزمنية معينة لكن على الأقل تكون هناك ملامح لسياسة خارجية وممكن الجميع يتفق عليها وممكن أثيوبية أن تستطيع أن تجري بعض التنازلات لهذه الدول ألاحس على ذلك لموقعها الجغرافي وثم تتواصل مع تلك الدول هناك تحديات إقليمية هي التي تقف الآن في تصوري في أن تنطلق أثيوبية الانطلاقة الحقيقية نحو تحقيق مكاسب دبلوماسية أكبر عندما نتج في القرى الأفريقية برغم أنه ما واجهته أثيوبية من حرب أهلية مؤخرا لكن لا يظل هناك تعويل على منظر متحدة أفريقية لا يظل هناك تعويل على مركزية أثيوبية في تلك المنطقة والجميع يعلم تماما بأن الموقع الجغرافي لأثيوبية والتاريخ الدبلوماسي الأثيوبية هو السبيل لكي تستطيع أفريقيا الآن أن تنتقل به إلى مرحلة الجديدة التي أشرت إليها وبعض الدول التي تفكر بأن تزيح أثيوبية من هذا الموقع تعلم تماما بأنها ليست قادرة لكن طبيعة الأمور أحيانا تقتضي بأنه يكون هناك توزيع للأدوار بعض الدول لأن المنظمات الأممية مهماتها القدمية والأعمال التي تقوم بها بدأت تتسع والمشاريع التي تقوم بها بدأت تتسع مع التحديات الموجودة الآن ما بعد جائحة كورونا وأيضا الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها القرى وأيضا السراحة الآن الموجودة على السواحل الأخير جميل جدا أستاذ فيما يتعلق بإنجازات إثيوبية في تخفيض تأثيرات تغيرات المناخ من خلال مبادرة الإرثة الأخضرة والبصمة القضراء هل وجدت هذه المبادرة حظها من ترويج الدبلوماسي في نظرك؟ نتصور فعلا هنا مثلا مشاركة إثيوبية في تمر المناخ التي تم في الإمارات العالمية والمتحدة ومشاركتها القوية ودعوتها أيضا إلى مشاركة في قمة أخرى كان هذا يعني دليل واضح الترويج الذي تم لمشروع التشجير الذي أشرت إليه أيضا هو الذي دفع يعني هو جزء من الاتفاقية التي وقعت مع دولتها مع الإمارات العالم المتحدة هو يعني كان مدفوع بهذا التوجه الأثيوبي لأن ما حققته دولة الإمارات من نجاح في إبراز دورها المساهم في دعم البيئة واللعب دور أكبر في دعم هذا الأمر يعني إن تجز منه كان منهجية وانطلق في تصوراته أو بنى بعض تصوراته مشاريعه على المشاريع العكسها على المشاريع التي وقعها مع أثيوبيا عندما تحدث هناك مشاريع كثيرة تتحدث عن الطاقة النظيفة في أثيوبيا مثلا الطاقة الشمسية كل هذه المجال الطاقة والاستثمار في مجال الطاقة في أثيوبيا مع الإمارات العربية المتحدة أعتقد كان هنا لهذا مدفوع بأن لو أنه أثيوبيا لم يكن لديها خطط نحو هذا الأمر لما كانت تتصل إلى توقيع مثل هذه الاتفاقيات في وقت كانت الإمارات العربية المتحدة كانت بحاجة فيه إلى إبراز دورها وإلى إبراز رغبتها في إقامة مشاريع لدعم الطاقة النظيفة تالي أتصور بأنه النجاح في هذا الأمر الآن والعمل الدعائي الذي تم تسخيره لها كان ناجح أتمنى أنه لو كان يتم بدل النفس المجهود الدعائي الذي بذل في هذا الأمر في أيضا إبراز دور أثيوبيا في قضايا أخرى وإبراز دور أثيوبيا التاريخي وعلاقتها في محيطها تالي تصور أنه ذلك قد يتم استخدامه كمنهج أو كنموذج ممكن يحتدى به في إبراز الدور الدعائي لأي دولة في تحقيق مكاسب سياسية وقتصادية أثيوبيا انضمت بسميا إلى ختلة البريكس من أما طلع يناير الجاري برايك ما هي دور الجهود الدبلوماسية لتحقيق هذا الإنجاز وأيضا كيف سيؤثر هذا الانضمام في السياسة أو الدبلوماسية الإثيوبية بشكل عام؟ لا أحد يستطيع أن يخفي بأن التوقعات لنجاح أثيوبيا في الانضمام لهذا الأمر كان بعيد لدول كثيرة كان نترى بأنه غير ممكن لأن الدول التي تقدمت إلى عضوية بريكس في تلك المرحلة كان الدول لديها إمكانيات اقتصادية أضخمة من أثيوبيا ولديها دور أقليمي في المنطقة ولديها موارد طبيعية ضخمة مقارنة مع تملك أثيوبيا لكن دخول أثيوبيا وانضمام أثيوبيا للبريكس ووجودها في منصاف دول لديها من الناتج المحلي لها يعني أضعاف الناتج المحلي لأثيوبيا هذا يعتبر نجاح أثيوبيا في استقطاب أو في إبراز دورها الإقليمي وفي إعطاء الانتباع والأمال بأن الأثيوبيا مقبلة على استغلال مواردها الاتصادية بشكل أكبر يجعلها قادرة على أن تتقف بمصاف هذه الدول نحن نعلم أن دول البريكس الآن الآلة المالية لهذه الدول يعني يتم الآن إعدادها لكن ستأخذ ممكن سنوات لكي تستطيع أن تكون أن تؤسس لمنظومة مالية بديلة للدولار كما يروج لها لكن هذا التكتل وقدرة هذا التكتل في صنع في صنع مصالح جديدة وصنع تحديات جديدة وأفاق جديدة للدول ومصارات جديدة للدول هذا أمر الآن أصبح واضحا حتى وإن كانت الخلافات بين الصين والهند أحيانا قد تدفع بالاعتقاد بأن شرق القارة الأفريقية سيكون إحدى هذه المناطق بالتنافس ترجمة نانسي قنقر